سؤالي هو ليه الموت موجود أساساً؟ الموت موجود أساساً ليه؟ الموت ده رحمة لأن ومن نعمره ننكسه في الخلق اللي هو البلكير اللي هو منحنى الجرس لما تزود هنا كده الأكس ده أو المحور ده بيزيد عمري كده 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 ما وصل إلى أربعين سنة أبقى في عز القوة والفتوة بعدين أبدأ بقى إيه؟ في النزول ومن نعمره ننكسه في الخلق يبدأ الخلق ينزل لغاية ما أحتاج إلى كل حاجة كل مكبر كل محتاج وصلت لغاية مئة سنة ما أناش عارف أدخل أطوض سندوني فيسندوني علشان أنا مش قادر أشير إيدي كده أعمل ده علشان أخد غرفة الماء أغسل بها وإيش غسلوني بالشكل ده مش الموت يبقى أحسن ده لو ما كانش فيه موت كان معناته أنه سيدنا أدم عايش لغاية دلوقتي وعنده مئة ألف سنة وحضرتك بتخدمه هو أنت عندك وقت ما عندكش وقت ده إحنا أمرينك ببر الوالدين وده بوك الكبير اللي لازم تخدمه ده كان هتبقى دنيا عجيبة غريبة طيب إحنا النهاردة كان مليار في الأرض حوالي بتاع تماني طيب التمانية مليار دول أمال ساعتها كان هيبقى كام خلي بالك التراكم كل ما مفيش حد بيموت مفيش موت ممكن تبقى الأضعاف أضعاف أضعاف طب والأرض تقضي من إزاي طب هنروح فين طب الصروة اللي إحنا بنتمتع بها دلوقتي إحنا بنا كلنا شوية فكهة شوية خضار شوية أمح بنعملهم خبز وعيش وكده ومالساعتها كنا هنعمل إيه ده أنت بتتصور تصور الحمد لله إن ربنا ما أقدروش علينا ده الموت رحمة والموت نعمة وحب لقاء الله تمال إحنا عندنا شفنا مشايخنا يقول أنا منتظر لقاء الله وعنده تمانين سنة تسعين سنة أنا منتظر لقاء الله فدي حاجة مهمة للغاية عندك حاجة تانية أنت عايز تناقش أيوة أنا عايز ضيف أنت بمجنة فيها موارد تكفي اللي هيتخشها كلهم لأنه حاجة قواعدها تانية هنا الموارد محدودة يعني الكرة الكرة الأرضية محدودة لكن الجنة والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون في حاجة اسمها علي مشرفة ليه كتاب حلو اسمه الكون يزداد اتساعا الكون اللي حوالينا ده منه أشياء بنشوفها حوالي تلاتة وتسعين مليار سنة ضوئية ومنها حاجات ما مشوفناهاش خمسمية خمسة وسبعين مليار سنة ضوئية لما نقسم تلاتة وتسعين على خمسمية خمسة وسبعين يطلع السوتس يعني يعني إحنا عارفين جزء وخمسة أسداس من الكون ما إحنا شايفينه أصلا ولما نيجي نقيس بنلاقي بيتسع يعني الثلاثة وتسعين دول نلاقيهم واربعة وتسعين نلاقيهم خمسة وتسعين الخمسمية خمسة وسبعين دول نلاقيهم خمسمية وتمانين بعد كده فده بيدل على أن الكون بيتسع كما قال الله سبحانه وتعالى وإنا لموسعون